بسبب عمليات الإصلاح والتجديد التي يتخذ عليها مؤسسة دار الشباب المسيرة لخضراء تهلة ضمن برنامج تاهل دار الشباب المغرب لسنة 2023 على مستوى البنية التحتية ومن أجل استمر العلاقة بين دار الشباب وروضية ارتأت مؤسس دار الشباب مسائل خضراء تهلة تنظيم مجموعة من الأنشطات التقافية والتربوية والدينية عن بعد بشاركة مع مختلف الفاعلين من جمعية المجتمع المدني وبشاركة مع مختلف مؤسسات دار العلاقة بالشأن التربوي في إطار تعيد الشراكة القائمة بين المجلس العلمي المحلي بتازع والمدير الإقليمي لقطع الشباب بتازع وبمناسبة شهر رمضان الكريم بشارك سيد ساعد بالشقر وهو إيمان بمسجد حي البساتين وواعد بالمجلس العلمي المحلي بتازع بدرس رمضاني عن بعد بشاركة مع دار الشباب المسيرة الخضراء تهلة كما نتقدم بالشكر الجزيل للسيد ساعد بالشقر الذي ورغم تواجده في إطار بيعتها تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل تأطير مجموعة من الأنشطة الرمضانية بدولة فرنسا والآن نترككم مع السيد ساعد بالشقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اغفر ورحم وهدنا إلى سبيل الأقوام وتجاوز عم تعلام فإنك تعلم ولا نعلام وأنت الأعز الأكرم أما بعد أيها الإخوة الفضلاء حياكم الله تعالى وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وبعد كما جرت العادة في كل سنة نلقي بحاضرة في شهر رمضان في دار الشباب المسيرة الخضرة أهلا لكن في هذه السنة لم يتيسر لي الأمر إلا أنني أستعرض هذا الدرس عن بعد بإذن الله تبارك وتعالى فبالأمس القريب أيها الإخوة كنا ننتظر قدوم رمضان وقد وصل وها نحن الآن في آخره أو في العشر الأواخر منه هذه العشر اختصها الله سبحانه وتعالى بالفضائل والأجور والخيرات الوافرة فمن كان مجتهدا من أول الشهر فليستمر وليكثر من عمله ومن كان مفرطا فيما مضى من الشهر فليستدرك بقيته وليتب إلى الله عز وجل من تفريطه وغفلته وتضيعه لعل الله تعالى يغفر له ما مضى أو يغفر له ما سلف ويوفقه فيما بقي لأن الأعمال بالخواتم كما جاء في الأطار أيها الإخوة الفضلاء فنحن كما قلنا في العشر الأواخر من شهر رمضان علينا أن نغتنمها بالعمل الصالح أن نغتنمها بالطاعة وعمل الخير اجتهادا ومجاهدة فالعمل يكون مضاعفا في هذا العشر فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره والحديث رواه مسلم في الصحيح ونحن كمسلمين أيها الإخوة اقتداؤنا بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لذا يجب علينا أن نكثر من الدعاء والذكر والصلاة وقراءة القرآن الكريم والتسبيح والتهليل والتحميل والاستغفار والصدقات والنفقات قال سبحانه وتعالى وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراء ومن أعظم الأيام في هذه العشر المباركة أيها الفضلاء من أعظم الأيام وخصائصها أنها يرجى فيها مصادفة ليلة القبر وليلة القدر هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشار إخواني الكرام لنا وقفة مع سبب نزول هذه الصورة الكريمة روى البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله تبارك وتعالى ألف شهر قال فعجب المسلمون من ذلك أي تعجبوا فقال فأنزل الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشار نعم هنا يبقى السؤال مطروح لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر لأن شأنها عظيم هي ليلة العظمة والشرف في الأمثلة العامة يقال فلان له قدر أي له منزلة وشرف ومكانة مرموقة وسميت بذلك لأمر خاص لأمر خاصة منها أولا لأنه نزل فيها كتاب الله تبارك وتعالى نزل فيها القرآن ذو قدر ومكانة بواسطة جبريل عليه السلام وهو له مكانة عظيمة وله قدر وشرف عند الله تعالى والقرآن والقرآن نزل لأمة ذات قدر ومكانة ثانيا لأنه من أتى فيها بفعل الطاعات صار ذا قدر وشرف عند الله تعالى ثالثا وقيل ليلة القدر يعني ليلة الضيق ولعل سائل يسأل كيف هي ليلة الضيق نعم سميت بذلك لأن الأرض تضيق بها الملائكة النازلة إليها في تلك الليلة المباركة الملائكة تمزل إلى الأرض ليلة القدر ونزول الملائكة كله خير وبركة وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصار نعم إخوان الفضلاء في هذه الصورة الكريمة يخبرنا ربنا جل وعلا أنه ابتدأ إنزال القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة ألا وهي ليلة القدر والتي هي في رمضان قال تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ وهذه الليلة خصت بفضلها بفضلها هذه الأمة فكانت لها أي لهذه الأمة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرِضَتْ عليه أعمار أمته فتقاصرها فأُعطي ليلة القدر وجُعِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةٍ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرًا فإذا كان هذا الإنسان له عشرون سنة صار له ألف وستمائة صار له ألف وستمائة في ليلة القدر وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة وصفها ربنا جل في علاه بالبركة لماذا؟ لكثرة خيرها وكثرة نفعها وكثرة ما يعتق الله عز وجل فيها من النار قال تعالى وَمَا أَدْلَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ هذه الجملة بهذه الصيغة قال العلماء يستفاد منها التعظيم والتفخيم تعظيم وتفخيم لأمرها لأن شأنها عظيم كما قلنا ثم بيّن قدرها بقوله ليلة القدر خير من ألف شهر أي العمل الصالح فيها من صلاة وصدقة وتلاوة للقرآن الكريم ودعاء خير من عبادة ألف شهر وألف شهر ثلاثة وثمانون عاماً وأربعة أشهر فَيَا سَعَادَةَ مَنْ بَاتَ فيها راكعاً وَسَاجِدًا وَقَانِتًا وأصبح مغفوراً الذنوب مقبولاً الدعاء وفازاً بفضل ليلة القدر فاللهم وغفقنا لإخيائها والعمل فيها واجعل عملنا يكون فيها مقبولاً آمين آمين والحمد لله رب العالمين